من الأسئلة الصعبة في كنوز بناء العيلة إن يبقى فيه بنت عايزة تتجوز ولد والأهل مش موافق أو العكس إن يبقى الأهل مصرين على جوازها من واحد وهي مش موافقة والأهل يحطوا رضاهم في كفة والجوازة في كفة وتبقى البنت صالحة قريبة من ربنا سبحانه وتعالى متربية متعلقة بأهلها لكن في نفس الوقت مش مستعدة تكمل حياتها مع الإنسان ده وده الصراحة يعني أذية من الأهل لما يفرضوا على البنات حاجة زي كده خلينا أقراركم السؤال اتقدم لي شخص وأنا رفضة بابا قال لي لو موت ما تجيش تزوريني أرضيه على حساب نفسي ولا أعمل إيه نفس السؤال بس في خطوبة اتخطبت وتسرعت في القرار وأبويا مش راضي إني أرفض يعني أفسخ الخطوبة عشان كده هبقى بصغره أبدأ بكلام النبي الأول عليه الصلاة والسلام البنت جات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتقول له أبويا جوزني لابن أخوه ليرفع بي خسيسته يعني بيناسب أخوه لشأنه وضح أنه أخوه لي وضع في المجتمع أو غني فبيرفع بي وضعه فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر إليها إنها توافق ولا ترفض فلما جعل الأمر إليها قالت له لم وفقه طب ليه بتشتكي قالت حتى تعلم النساء أن ليس للآباء في هذا الأمر شيء ليس للآباء في هذا الأمر شيء مش معناه إن موافقة الأب مش أساسية لا موافقة الولي دي أساسية لكن ما يبقاش فيه إرغام في المسألة دي فسنة النبي عليه الصلاة والسلام لو الأب أو الأم سمعيني دلوقتي إن في حاجة اسمها الإيجاب والقبول فيه عرض وفيه موافقة أو رفض وده من شأن أصحاب الموضوع اللي هو العريس والعروسة علشان كده أولا حضرتك لو رفضتي الجواز من الإنسان ده ما فيش عقوق للأهل لأن هناك فارق ما بين بر الوالدين وإرضاء الوالدين نحن أمرنا ببر الوالدين وإفناء العمر في خدمتهم وإكرمهم لكن لو أنا عملت اللي مطلوب مني وهو مش راضي لأن معايير الرضا فوق طاقة البشر فعملت البر والبر لم يؤدي للرضا أنا مش مطلوب مني الإرضاء أنا مطلوب مني البر الأهل الأسوياء اللي هم تسعة وتسعين وتسعة من عشر من أهلنا لما بنبرهم بيرضوا هو ربنا ركب لعلمة بيعلقوا إن ما فيش وصايا في القرآن والسنة كثيرة نادرة جدا جدا اللي فيها وصايا للأهل بعيالهم لكن الوصايا كلها للعيال ببر أهلهم ليه؟ قالك لأن فطريا ربنا خلق التعلق والحب والرغبة في الخدمة والتضحية فقال بالأب والأم أول ما بيخلفوا العيال فكأن ربنا سبحانه وتعالى ركبها فيهم أما إحنا فإحنا ساعد بنقسى وبنعق أهلين فلما أنا بر أهلي وهم ما يرضوش بالبر الطبيعي يبقى هنا أنا ربنا سبحانه وتعالى يراعي إن أنا عملت العليا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعاه طيب حضرتك هتعملي إيه؟ الرحمة والوضوح حضرتك هتفضلي رفضة ولكن برحمة ولكن عايز أقترح على حضرتك قبل ما تاخدي موقف الرحمة مع الوضوح ده إنك تقاضي قاعدة مع أهلك واتدخلي حد أبوكي أو أهلك يعني بيكبروه ويحترموه شيخ معين معلم كبير حد كبير في العيلة ونتناقش بالمنطق أنا شايفة إن واحد اتنين تلاتة ده مش متمشي مع أحلامي في الجواز بعد ما نتجوز البابة هيتقفل علينا محدش هيحط دماغ على المكدة جنبنا فلو سمحت وأنا مش موافق عشان واحد اتنين تلاتة وربنا ملكني الحق ده ده الوضوح اللي فيه رحمة ويريت لو يكون حد في ظهرك من كبيرات العيلة يساعدك على حاجة زي كده نفس الكلام اللي اتخطبت وتسرعت في القرار أصلا الخطوبة ليس فيها إلزام بأي حاجة الخطوبة دي فطر التعارف علشان نشوف مناسبين لبعض ولا لأ فالأب إدى كلمة كلمة الخطوبة هي من الكلمات اللي الطبيعي نرجع فيها هو الشرع بيقول كده عشان كده في الشرع الخطوبة يستحب إنها تكون سرية ليه؟ عشان أبقى واخد حريتي في مساءتنا أرفض أو أوافق يمكن المجتمع شكله تغير وبقت الخطوبة فيها حفلة وبقى في ناس تعرف ومش عفل تبقى طالعة وداخل هي لازم يبقى مش عفل لابس دبلة عشان الناس هتقول علينا إيه؟ خلص ماشي الأعراف تغيرت بس ده ما يخلناش لما نكتشف إن اللي قدامنا مش مناسب لي لا بالعكس ده أنا هصغر أهلي وهصغر نفسي لو اتجوزنا وإحنا مش متفقين وعارفين إن إحنا مش متفقين فترة الخطوبة وهنتخانق وهنبهدل بعض وهنجرجر بعض في المحاكم ساعة إحنا بنصغر بعض على الحقيقة فأتمنى إن الأهل يدوا مساحة لأولادهم وبناتهم في المسألة دي وحاجة أخيرة بقى لو العكس لو الأهل مش موافقين على عريس متقدملك وحضرتك مصر عليه بالمنطق والرحمة تمسكي بيه لكن لو الأهل مش موافقين ودي بالك ما تخديش قرار خطأ من وراء أهلك ولو الراجل المحترم الكريم اللي متقدملك راجل بجد وخايف عليك عمره ما هيقولك تعالي نعمل حاجة من وراء أهلك إطلاقا وخليكي عندك من حقك عندك إرادة إنك تفكري بكذا منطق وبكذا طريقة تقنعيهم لو عندك فعلا منطق ودخلي كبير العيلة لكن ساعات كتير بيبقى الأهل شايفين حاجات بسبب إن الولاد والبنات حبوا بعض ومراية الحب عامية يبقوا شايفين حاجات الولاد الصغرين أو الشباب مش شايفنا فخليكي دايما في حضن أهلك لو كانوا رفضين وما تخليش خطوة إلا برضى أهلك ومباركتهم لجوازك